موسيقى السلام عليكم وبركاته مرحبا بكم في كوزين تحيال جزائر قناة سامي الزلت ترحبوا بكم في الفيديو تعلوم ان شاء الله راح تشوفوا معايا قغاتا بنين بزاف بذوق الجبن و الكريمة راح يكون شاهي بطريقة التحذير كذلك جد بسيطة يعني ان شاء الله يا ربينا اعجبكم طبعا اذا كان اعجبكم الفيديو ما تبخلوش على اياه باللايكات وبالتعليقات و بالاشتراك في القناة من اجل المزيد من الوصفات واستمرارية القناة لتحذير هاد اللقاتان بدو مباشرة في طريقة التحذير مع المعدير راح تتعرفوا عليهم معايا اثناء التحذير هاد السلق هذا في مقلات حطيت حوالي اربع ملاعق كبيرة مع الزيت نحط هنا حبة بصل مفرومة وتوسطة في الحجم نقلها شوية بمجرد ما تبدأ تدبال راح نضيف كمية من اللحم المفروم حوالي 200 جرام طبعا حسب افراد العائلة نضيف كمية من المعدنوس و نقلي هاد المواد هكدا مع بعض و نضيف كمية من الملح و كمية كذلك من الفلفل الاسود فلفل الكحل هاد الطابق هاد تعلق غاتان ميحبش يعني الكثير من المليزي بيس اقدر بشي يجي خفيف بعدما يطيب هاد اللحم المفروم نضيف هنا السلق اديالي اللي كنت يأبوا تفوره او تعمله على الطريقة اللي كنت عملته معاكم في السلق اللي عملناه بالدرسة انا حضرته في يعني في حوالي دقيقتين و كان او ثلاثة و كان واجد وبالتالي ماخداليش كامل الوقت نكمل نقلي هاد هاد السلق هذا و كل هاد المواد حتى هاد السلق يتشرب كامل هادك البنه تعل اللحم المفروم ثم نطفي عليه نروحو نحضروا الخالط هاد اللي حيطي فيه السلق عندي هنا حوالي تلت بيضات حجمه متوسط عندي كمية من الكريمة الطازجة ضفت كذلك كمية من الجبن المبشور انا استعملت شيدر نحط كمية كذلك نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود الملح ما نضيفش لانه الجبن كما تعرفوا مالح نخلط هاد المكوينة هاكدا مع بعض اللي ما عندوش الكريمة الطازجة ممكن جدا تعويضها ب اليوغت الطابعي او بالقالي الميناء الحالب ناخد جزء من هادك الكريمة و نفرغه هاكدا فوق هادك السلق و نحتفظ بالجزء الباقي و نخلط هاكدا منيح هادك السلق مع هادك الكريمة انا هاد سلقاني حنطيبو فيه اكواب فردية تقدروا كذلك يعني تديروهم فيه طابق حجم عائلي هنا كيما تحبوه الاكواب هادو ما ندهنتهم بشوية في قطع الزبدة و كيما انا كنت شوفوا في الخليطة انا كنت ضفت قطع من الجبن الابيض هاكدا باش نشجع الاطفال انهم ياكلو كيما تعرفوا الاطفال يحبوا الجبن و راح يزيت يعطيلي بنا كذلك في هاد السلق ثم نفرغ من فوق طابقة من هادك الخليطة الكريمة اللي بقالي هاد الطابقة هادي ستعاوني باش تعطيني لون شباب هاد الاكواب نضيف كذلك كمية صغيرة من الجبن المفروم يعني تستعملوا اي جبن تحبوه و ندخل هاد الاكواب للفرن على درجة حرارة ميتين درجة مئوية يعني كلش راح طيب كماش راح ياخدوا وقت كبير لما نشوف هادك البيض اتماء راح نحلهم لغطا ديالهم و نشعل الفرن من الفوق باش ياخدوا تحميره حتى يعني ياخدوا ذاك اللون الذهابي اللو غاتان ديالنا هاوليك هنا امامكم بعد ما خرجتم الفرن كيما راح كتشوفوه دا لون ذهبي جميل جدا راح يشهي خاصة الاطفال لما يشوفو هاد اللون راح يعجبهم و ريحتو ما شاء الله كيما راح كتشوفو غاتان خفيف وسهل وسريع التحضير عندو يعني بنا رائعة البنة الكريمة اللي عملناها و الجبن كذلك راح يجيب بزاف بنين وذوق مميز هاد اللو غاتان كذلك يوين بزاف هكذا نقدموه في شهر رمضان الكريم كوم انو تخي ولا كطابق يعني او يعني كوجبة عاشاء او غاداء كذلك راح يكون مغضي وبنين بزاف وهذا هو شكله الداخل كيما راح كتشوفو يعني ما راح تشوفوه باللي ناشفوه لكن ستكون يجيب بزاف خفيف وبنين و خاصة اذا كان على وجبة العاشاء راح يكون خفيف بزاف وهذا هو الفيديو لنهار اليوم حيباتي اذا كان اعجبكم الفيديو ما تبخلوش عليها باللايكات و بالتعليقات ولأول مرة تشوف الفيديو و تشوف القناة نتمنى تدعمني بالاشتراك مع الضغط على الجرس باش تتوسطوا بكل ما هو جديد دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته